موسيقى 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 السلام عليكم وبركاته في هذا الفيديو راح اتكلم عن ترجبتي مع الواي ناين برايم نسخة الابرين واتساطعش المقدم من قبل شركة هواوي اول سوق في العالم راح يتم طرح في هذا الهاتف محمول اللي راح يكون السوق السعودي التفاصيل راح تكون موجودة بخانة الوصف امانة صراحة سعر جدا كويس مقابل الميزات اللي راح سنذكرها في هذا الفيديو اعتبره جدا جدا كويس لانه قاعد نتكلم عن 969 ريال سعودي نسخة الاربع مع 128 جيجا بايت نعم ما فيه معايير الاي بي او الشحلى سلكي هذا الشيء غير موجود لكن ارجع اقول مع الميزات والامكانيات اكيد راح نذكر العيوب لكن ما الميزات والامكانيات اتوقع انه يستاهلوا بشكل قوي متوفر مننا عدد من الوان اللون اللي قدامك هو الميد ناين صراحة اللون جميل جدا وخاصة مع الانعكاسات طالع شكله جميل وخاصة على مستويين وخاصة على مستويين في الجهة الخلفية المنطقة الخاصة بالكاميرا مختلفة شوي عن ما هو موجود في الجزء السفلي اللي الجهة الخلفية خاصة بهذا الهاتف موتفاصل صغيرة ادري لكن تستحق الذكر كل هذا راح يكون فيه هاتف بسماكة 8.8 ملي متر وميوت ستة وتسين جرام ممكن تقول السماكة ملحوظة نعم لكنها مهم مزعجة امانة وخاصة انه الجهة الخلفية منحنية فمعطي مسكة افضل للهاتف المحمول لا تنسى انه مزود ببطارية 4000 ميلي امبير مع الخامسة فولت واثنين امب راح يكون نوعا ما بشحن سريع ولكن الشاحن موجود بداخل الصندوق والبطارية خارقة وخاصة المؤالج قد نتكلم عن الكيرن 710F فاداء البطارية جدا ممتاز تقدر توصل سبع ساعات بدون اي مشاكل وخاصة مع الذكاء الاصطناعي فيه الحفاظ على يعني استهلاك البطارية وادارتها للنظام طبعا اقدر اقول انه وفي مسألة وش بداخل الصندوق فرح تاخذ كل شي انت تحتاجها طبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقة على شاشة هاتف المحمول موجود راح تاخذ الشاحن راح تاخذ USB الى USB Type C وهذا شي كويس لهاتف باقل من 1000 ريال عادة كثير من الشركات تضحي وتحط المايكرو سبي وهذا شي ما نبغى نهائيا وايضا لازالت الشركة محتفظة بالثلاثة وخمسة متر وهذا الشي كويس جدا مما يعني انه السماعات الاذن الموجودة بداخل الصندوق تدعم 3.5 ملي متر ساعد راح تاخذ غطاء خلفي للهاتف المحمول فزي ما اقول ترك في البداية راح تاخذ كل شي انت تحتاجه مع هذا الهاتف المحمول اوكي لما تمسك الجوال فاكثر شي راح يشد انتباهك هو استحواذ الشاشة الاطار الموجود بالاسفل وايضا بالاعلى بمساحة جدا قليلة نسبة استحواذ شاشة هذا الهاتف محمول 91 بي المية سماعة المكالمات نفس ما هي موجودة في المكان الامثل وايضا راح تلاحظ انه ما في نظام ال اي دي للتنبيهات والكاميرا امامية كاميرا امامية ممبثقة طبعا هنا راح تلاحظ انه مدة ظهور الكاميرا امامية جدا سريعة تقريبا اقل من ثانية بشي بسيط جدا وايضا فيها ميزة الحفاظ على الكاميرا او سلامة الكاميرا الامامية يعني لو طاح الجوار تلقى نفس الكاميرا تدخل بسرعة الى الداخل للحماية وهذا ايضا شي كويس جدا ما فيها بيس ان لاك ولو اني كنت اتمنى هذا الشي حتى لو كانت سوفتوير راح تكون حركة حلوة لكن على اقل البصمة موجودة في الجهة الخلفية وطبعا طالما انها بصمة حقيقية فيزيائية اكسد فمعنى انه البصمة راح تكون باستجابة جدا جدا سريعة وفي الجهة السفلية للهاتف الحمول راح تلقى USB type C 3.5 متر وايضا سماعة الخارجية سهلة جدا من ناحية الحجب وخاصة الموقع الخاص بالسماعة الخارجية الأزرار ما عندي اي ملاحظات باستجابة جدا ممتازة وبجود تصنيع جدا عالية في الجهة العليا راح تلقى المنفذ خاص بشريحتين او شريحة ما المايكرو ستي ما هو النانو ستي وهذا الشي كويس الكاميرا المنبثقة حاولت اضغط عليها ما فيها اي مشاكل يعني ما حسيت انه في مشكلة هواوي ذكرت لنا انه تم تجربة ظهور واخباء الكاميرا للامامية اكثر من مئة الف مرة فما اتوقع انه راح تواجه مشكلة للامانة كثير جربت عدد من هواتف اللي فيها هذا المفهوم الميكانيكي و الى الان ما واجهت فيها اي مشاكل ابدا ما واجهت فيها اي مشاكل الكاميرات الثلاثة الموجودة في الجهة خلفية مع الفلاش الال اي دي ملوم ايضا غير بارزة اما فيما خص بالشاشة فالشاشة هي 6.59 انش وبسبب نسبة الاستحواذ المجنونة فهو جاي على مقاس 5.5 انش وهذا الشيء يمتد يعطيك يعني نوعا ما تحكم افضل للوصول الى جميع ارجاع شاشة هذا الهاتف محمول IPS LCD F8P Plus و 391 بيكسل لكل انش اي كومفرت موجودة درجات الحرارة للالوان ايضا موجودة مثل ما شفنا في عدد من هواتف خاصة بهواوي لكن كيف كانت الشاشة؟ امانة من افضل الشاشات IPS LCD تحت الالف ريال يعني زوايا الرؤية عمق اللون ما راح اقول انه بنفس جنون OLED لكن ارجع وقولك انه كويس وكافي انه مرضي بل انه مرضي في مثالة مشاهدة المحتوى والمالتي ميديا والاستمتاع فيها من خلال الشاشة هذا المحمول ما في قدلة ما في كاميرا منبثقة يعني خاصة لما تشوف الافلام تبيت تلعب وتبيت تستفيد من الشاشة هذا هو الهاتف المحمول قدامك فشاشة ممتازة نسبة الاضاءة جدا عالية واقدر اقول وبكل ثقة انه بكالك استخدامها تحت الشاشة الشمس بدون اي مشاكل ما راح تواجه فيها مشكلة نهائية طيب فيما يخص بالصوت للامان الصوت عاري للامان الصوت عاري رفعته فوق 80 بالمئة وكان فيه تشويش للصوت يعني لما تكون في مكان فيه ناس حواليك اكيد راح يسمعون وش اللي طالع من جوالك ولو اني كنت اتمنى تكون سماعتين لذا كانت النتاج افضل لكن عندك على الاقل ماضح بال3.5 مم والبلوتوث 4.2 على ذلك البلوتوث يعني عندنا الكيرن 710F وايضا عندنا طبعا الواي فاي AC وايضا عندنا ال GPS ال NFC النسخة اللي قدامكم او النسخة اللي يجربها عندك هواوي ش مرضو موجودة مع هذا المحمول فمع المهام اليومية امانة ما وجهت فيه مشاكل مع الالعاب اللي طلب بكل تأكيد رسمية عالية ايضا كانت جدا جدا مقبولة فيه عدد من فريمات بكل تأكيد لكنه بنفس الوقت ما خرب التجربة ما حسيت انه فيه مشاكل في التجربة ما حسيت انه ابدا اثر عليه لما ألعب لعبة بوب جي ولا غيرها لا ابدا ما حسيت انه فيه اي مشاكل لا ننسى انه كل هذا فيه هاتف مزود بنظام الاندرويد التسعة للباي وايضا باموشن يو اي فهذا ساعد ايضا على انه الاداء يكون كويس جدا خاصا مع الذكاء الاصطناعي وضبط الاداء الخاص بهذا الهاتف المولي اوكي بالنسبة للكاميرات فانا ما اتوقع انه راح تكون بقوة هواتف البلاكشيب مثل بي 30 برو لكن تحت الالب ريال كيف كانت نتائج الصور للامانة كويسة جدا 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 يعني مع النهار باستخدام الكاميرا الساسية فهي 16 ميجابيكسل بفتحة الاتس 1.8 فنسبة استقطاب الضوء راح تكون جدا عالية الثمانية ميجابيكسل هي الالترا وايد كويس ما حطه التقريب فالالترا وايد كويس بالنسبة لي 120 درجة وعندك الكاميرا الثالثة هذا فيما يخص ب2 ميجابيكسل ومسألة العمق وتطبيقات 3D وغيرها هذه برضو راح تكون موجودة مع الكاميرا الثالثة وعندها الذكاء الاصطناعي ونظام ضبط على حسب المشاهد او الشي انت راح تتصوره وعندك الكاميرا ممية المبذقة 16 ميجابيكسل فيكست فوكس بفتحة العزة 2.2 وهذا راح يوفر لك البرتريت ورح يوفر لك الستيديو لايت مثل ما شوفنا في الايفون راح يكون بنفس المفهوم وطبعا البيوتي مسألة يعني ضبط الخشة برضو راح يكون موجود على عدد مسؤولات تقدر فيها تقدر شغل بمكانك التحكم فيها لكن ارجع اقول عندك النايت مود وهذا موجود ماذا الهاتف مود باستخدام الاي اي وخوارزميات الخاصة فيه مثل الثباتها وخاصة في مثل الاكسبوجر ولا ننسى عندك السوبر سلو موشن 480 ايطار بي الثاني فمع النهار تصويف الاضاءة الممتازة النتائج جيدة جدا تفاصيل الديناميك رينج الوايت بالانس نفسه ما حسيت انه مزعج او بالك كثير لكنه كان جدا مقبول ارجع اقول انه موهب بنفس جنون عدد من الهواتف المتخصة بالفعل بالفلاكشوب لكن قاعدين نتكلم عن جوال باقل من الف رياس سعودي التصويف في الاضاءة ضعيفة هذا هو قدامك باستخدام النايت مود وايضا بدون استخدام النايت مود يعني كويس ولو اني كنت اتمنى يكون فيه مذبت بصري لا ننسى انه الفيديو راح يسمح لك مع نظام العرض الجديد للشاشة بالتصوير او نظام التقليدي او بامكانك وصول الى الاله وثمانين بي ستين ايطار بالثاني وهذا الشي ممتاز كويس صراح ما في فور كي هذا الشي غير موجود مع الفيديو الخاص من خلال الكاميرات الخاصة بهذا الهاتف المحمول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو مصور من خلال الكاميرا الامامية اللي هي الواي ناي برايم نسخة الالفين واتسة عشر طبعاً كانت السميد من الكاميرا المبثقة هي عبارة عن 16 ميجابيكسل بحث العسلات 2.2 ابيكم تعطونا رأيكم في مسالة الجودة التفاصيل الخاصة في الكاميرا الامامية وبكل تأكيد لا تنسوا المايكروفون وإحقاق منذ الحق ما في نظام الاهتزاز وثباته هذا الشي غير موجود مع الكاميرا الامامية وهذا الشي ما توقف يعدل كثير من الهواتب الذكية لكن عطنا رأيك مش رأيك في مسالة الاهتزاز هل عالج او صلح تعتقد انها كويسة المايكروفونات كيف تشوفها من وجهة نظرك ااااا اعتقد انه التفاصيل خاصة بالكاميرا الامامية اوكي التفاصيل خاصة بالكاميرا الامامية كويسة يعني شوف حتى ما في اضاءة كيف عالج الموضوع بشكل سريع جدا جدا كويس صراحة من ناحية النتائج لكن انت الحكم اولا واخيرا شاركونا رأيكم في خانة التعليقات طبعا ما في الا الف ثمين بي او سبمية وعشرين ما في خيار الالف ثمين بي ما ستين اطابة ثانية كانت النتائج يعني اكوس او شي كويس لكن اوكي شوكم اخير شاء الله مع السلامة اما هذا الفيديو باستخدام الكاميرا الخلبية الخاصة بالواي ناين برايم نسخة الالبين واتساطعش طبعا ااا اني خيار اما انك تصور فيديو اا بدقة او ثمين بي بنظام العرض الجديد او بثلاثين اطار بالثانية ويعني حاطيني خيار ستين اطار بالثانية لكن ما في فور كي وهذا الشي بالنسبة لي اشيب كويس ما عندي ايات مشاكل طبعا انه في الف ثمين بي مع الستين اطار بالثانية فهذا الشي مرحب فيه تماما طبعا ما يحتاج نطلب منكم انا انزل من الدرجة الان اا شان بس اذا كان في اهتزاز قوي تعرف هذا الشي طبعا اللي راح نطلب منكم كالتالي انكم اشاركونا برايكم في خانة التعليقات من ناحية الجودة للفيديو الاهتزاز ولو اني كنت اتمنى اكون فيه مثبت بصري لكن هذا الشي غير موجود لكن اعطونا رأيكم بكل تأكيد وايضا بكل تأكيد في مسئلة ماكفرات هل تقدر تتحكم بالكاميرا ثانية اي انو ننتقل ما بين الكاميرا بنظام العرض العادي الى واسعة النطاق بكل تأكيد هذا الخيار راح يكون موجود الكاميرا الثالثة فيما خص بالدفث في مسئلة العمق في مسئلة العزل اه هذي ممكن تسبي منها لكن لو خيرت لو خيرت امانة ما بين التقريب وعدسة واسعة النطاق بكل تأكيد راح اقول عدسة واسعة النطاق هو الشي الاهم بالنسبة لي نشوفكم اخر ان شاء الله مع السلامة ففي الختام اللي اقدر اقوله كالتالي انو هذا الهاتف عطاك كثير مميزاته تصميم جود تصنيع ملمس قزاز لكنو مهو قزاز فجود تصنيع ممتازة ما راح حسك انو رخيص تصميم انيق للامانة واستغلال ممتاز للشاشة الكاميرا المبثقة وفكرتها انه كاول هاتف باقل مئافرية في كاميرا مبثقة هذا الشي كويس جدا يوسبي تايب سي وصندوق والمحتويات اداء بشكل عام مرضي جدا جدا مرضي شاشة اجدها ممتازة ولو اني كنت اتمنى يكون في سمعتين لكانت النتائج افضل فكرة انو حطيلك شريحتين مع خيار ستبدأ الشيحة ثانية بالذاكة خارجية من نوع بدل النانو اس دي هذا الشي كويس تقدر ترفع الساعة بشكل جنوني ما راح تشيلهم مسألة الساعة تخديني مع هذا الهاتف ولو اني اشوف ال 428 جيجا بايت كويسة جدا كويسة نتائج الصور لو هم مثبت بصري راح تكون افضل بكثير جدا كثير لكن مقابل السير وارجع واكد على هذه النقطة انو مقابل السير كويس مقابل السير كويس جدا كويس الصراحة فهذه كانت مراجعتي للهاتف المحمول يعني الصراحة ببطارية خرافية اذا عجبك الفيديو ضغط على زر اللايك واذا ما عجبك بكل تأكيد لكل حق انك تضغط على زر الدسلايك نشوفكم بخير ان شاء الله مالسلام اشتركوا في القناة